وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 236 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 116 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 70 طن أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 526 قضية من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات